أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الجن مقمكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشربا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشع أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا فرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لن نعجزه هربا وأننا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا القاسطون فكانوا لجهنم حقابا وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر